السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي وعزيزات الطلب أهلا بكم في درس جديد لمادة المهارات الحياتية للصف الخامس معكم معلمتكم فاطمة اليحية موضوعنا لهذا اليوم إغلاق وفتح الأزرار أزرار الملابس الهدف العام هو أن يتقن الطالب مهارة إغلاق الأزرار الأهداف الخاصة أن يتعرف الطالب على شكل الأزرار أن يعرف الطالب أين توجد الأزرار أن يفرق الطالب بين قطع الملابس التي تحتوي على أزرار والملابس الأخرى ولكن قبل هذا كله طلابي وطالباتي هناك مجموعة من القوانين أرجو منكم اتباعها أولاً لابد من اختيار مكان حادئ مخصص للدراسة أيضاً الجلوس بشكل صحيح إحضار الجهاز اللوحي أو اللابتوب أو الجوال ووضعه أمامك عدم اللعب أيضاً لابد أن أنصت وتكون جميع حواسي مع المعلمة عيني فكري لابد أن أكون بكامل تركيزي حسناً أصدقائي وصديقاتي الطلب ما هي شكل الأزرار؟ هل تعرفون شكل الأزرار؟ أزرار الملابس؟ ما هي الأزرار؟ الآن من يرتدي ملابس عليها أزرار يقوم بالإشارة عليها هيا هل ترتدون ملابس عليها أزرار؟ هم؟ من يرافق الطالب أو الطالبة؟ هل إجابته صحيحة؟ هم؟ هيا إذن الأزرار لها ألوان لها أشكال متعددة فمنها الأحمر ومنها الأخضر ومنها الأبيض والأزرق ولها عدة أشكال قد يكون شكل الزر دائري وقد يكون شكل الزر مربع وقد يكون كبيراً أو صغيراً سأقوم الآن هنا بتوضيح أشكال الأزرار لكم سنأخذ الزر الأول انظروا هنا هذا أحد أشكال الأزرار دائري ذو لون ذهبي هنا شكل آخر شاهدوا لونه أسود شاهدون هناك بحر كبير من الأزرار ذو أشكال عديدة ومختلفة انظروا هذا صغير جداً هل تنظرون؟ إذن اتفقنا أن هناك أشكال عديدة ومختلفة للأزرار حسناً لننتقل إلى الدرس لقد تناولنا أشكال الأزرار وأنواعها وألوانها المختلفة الآن أرجو منكم التركيز في الصورة وأرجو منكم تحديد أين يوجد الزر في الصورة هيا أشيروا هيا هل هذا هو الزر؟ أم هذا؟ أيهما؟ هيا لنفكر أيهما يا ترى؟ أيهما الزر؟ أحسنتم هيا لنصفق هذا هو الزر أحسنتم طلابي وطالباتي حسناً تكلمنا عن الأزرار وأشكالها وألوانها المختلفة لكن يا ترى أين توجد؟ هل توجد الأزرار في الأرض مثلاً؟ في السماء؟ خطأ الأزرار توجد في الملابس فيما نرتديه توجد الأزرار مثلاً في الفستان انظروا هنا أحسنتم ماذا أيضاً؟ في الثياب هل تشاهدون أخوتكم الكبار ووالدكم عند ارتداء الثوب؟ يوجد في المنتصف الأعلى للثوب هنا أزرار انظروا هنا في الصورة ماذا أيضاً؟ أين توجد؟ في القميص هل تنظرون هنا بالمنتصف؟ يوجد أزرار أين توجد أيضاً يا ترى؟ في البنطال سواء كان بنطالاً طويلاً أو قصيراً مثل الشورت يوجد هناك أزرار لكي نقوم بماذا؟ بتثبيت البنطال ما هي فائدة الأزرار؟ لماذا يوجد أزرار في الملابس؟ هيا لنفكر لماذا توجد ملابس فيها أزرار؟ هيا لنفكر لماذا؟ قد يسأل أحدكم لماذا يا ماما يوجد في ملابس أزرار؟ لا أريد الأزرار الأزرار أبنائي وبناتي الطلاب فائدتها حفظ جسدنا وإغلاق الملابس لكي لا يشاهدنا أحد وتثبيت القطعة علينا انظروا هنا يوجد زر على البنطال هل تشاهدون؟ حسنا الآن أريد منكم جميعكم إحضار الكتاب هيا 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 وموا وأحضروا الكتاب هيا لدينا هنا نشاط هيا أين أنتم؟ أحضروا الكتاب وأحضروا قلم هيا افتحوا على نشاط رقم واحد هيا لنفكر أريد منكم أن ترسموا خطا أسفل الأزرار الموجودة على القميص أين هي الأزرار يا ترى؟ أحسنتم هذه هي الأزرار أحسنتم لنتفق أنه ليس جميع الملابس تحتوي على أزرار هل جميع الملابس تحتوي على أزرار؟ لا ليس صحيح فما أرتديه أنا الآن لا يحتوي على أزرار ولكن هناك ملابس أخرى تحتوي على أزرار مثل ماذا يا ترى؟ مثل ماذا يا ترى؟ سأقوم الآن بعرض قطعة لكم تحتوي على أزرار مثل هذه القطعة هل تشاهدونها؟ أحسنتم أنظروا هنا يوجد العديد من الأزرار لتقوم بإغلاق القميص وحفظ جسدنا من البرد والهواء والانكشاف هل تنظرون؟ هناك العديد من الأزرار هذا هذه قطعة ملابس تحتوي على أزرار قلنا سابقا هل جميع الملابس تحتوي على أزرار؟ لا سأريكم قطعة أخرى بدون أزرار انظروا هنا هذه قطعة ملابس هيا أين الأزرار؟ لنبحث قد تكون بالأسفل أين الأزرار لا أجدها؟ ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه ليس جميع الملابس تحتوي على أزرار تقول معلمتي أن هناك ملابس تحتوي على أزرار وملابس لا تحتوي عليها حسنا هذه لا تحتوي على أزرار لنشاهد عرض الدرس هذه القطعة تحتوي على أزرار؟ أنا لا أشاهدها هل تشاهدونها أنتم؟ جميعنا لا نشاهدها إذن هذه البلوزة أو التي شيرت لا تحتوي على أزرار أعتقد أن هذه مختلفة ماذا ترون؟ أنا أرى الأزرار هل ترونها معي؟ أحسنتم هذه القطعة تحتوي على أزرار حسنا طلابي وطالباتي أرجو منكم الآن فتح الكتاب مرة أخرى هيا هيا بسرعة بسرعة أريد أيضا أن تحضروا قلما هيا سأنتظر هيا سأنتظر هيا هيا طلابي وطالباتي أريدكم جميعا أن تقوموا بإحضار الكتاب أحسنتم نشاطنا هنا يقول ارسم دائرة حول الملابس التي تحتوي على أزرار يا ترى هل التي شيرت الأول ذو اللون الأزرق يحتوي على أزرار؟ لا طبعا إذن من أرسم دائرة أحسنتم البلوزة الصفراء أو الخضراء تحتوي أحسنتم إذن طلابي وطالباتي لليوم ننتهي من التفريق بين الملابس التي تحتوي على أزرار والملابس التي تحتوي على أزرار أيضا تناولنا ما هي الأزرار وماذا تعني الأزرار؟ وأشرنا لها في عدة صور أشرنا لها في عدة صور هذه هي الأشكال المختلفة لمتنوعة الأزرار أيضا تناولنا قطع الملابس المتنوعة ذات الأزرار ما هي ذات الأزرار هيا؟ هذه هي ذات الأزرار وهذه ماذا؟ بدون أزرار أريد منكم طلابي وطالباتي في هذا اليوم أن تقوموا بفتح دولة بالملابس مع والدتكم أو والدكم ومشاهدة القطع المختلفة والمتنوعة ما هي القطع التي تحتوي على أزرار والقطع التي لا تحتوي؟ وهكذا ننهي درسنا لهذا اليوم تعميم لأولياء الأمور الحرص على تدريس الأبناء الفرق بين الملابس ذات الأزرار والملابس الأخرى وتعريفهم بأشكال الأزرار المتنوعة توصيات العمل على الإطلاع ومشاهدة تكرار الدروس ضرورة حرص الوالدين على متابعة أبنائهم عند مشاهدة الحصص التعليمية لاكتمال الفائدة الالتزام بالمراجعة والتكرار عند انتهاء الحصص اليومية أيضا الجلوس مع الأبناء ومحاورتهم والاستماع إليهم أيضا خلق بيئة منزلية محفزة للتعليم نقل أثر التعلم من الحصص الدراسية إلى المنزل من خلال الأنشطة اليومية المنزلية كما تناولنا اليوم من نشاط فتح خزانة الملابس ومشاهدة الملابس المختلفة والإشارة على الملابس ذات الأزرار هكذا أنهي درسي إلى اللقاء بحفظ الباري